السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إليه وصحبه أجمعين إزايك يا سنة خمسة يا ربي كلك تكونوا بخير في فيديو النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض محافظة بن السويف امتحان نومبر تن من كتاب بيت بيبت للصف الخامس الابتدائي قبل ما أبدأ معاكم ما تنسوش تشاركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد حاب أذكركم إن شاء الله بإذن الله أنا بشتغل معاكم وشغل معاكم بإذن الله في الدرمة التاني من كتاب جيم وكتاب بيت بيبت بنزل شرح دروس شرح قواد حل أسئلة الدروس حل الامتحانات اشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد ومتنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة سر السعادة بنزل عليها محتوى ديني هادف جدا بنزل عليها محتوى انجلش إزاي تنطقوا الكلمات بالطريقة الصحيح ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا عارفين طبعا أول سؤال وتاني سؤال استماع هنا بناءا على القطع اللي بتسمعوها في الامتحان من الميسة أو الميستر بتعملوا true or false هنا بناءا على القطع بتكتبوا الكلمة النقصة في كل جملة هنبدأ من عند تشوز اخترى الإجابة الصحيحة كمعدد المرات اللي بتلعفها قرات القدم I always play it احنا كده جوابنا بصرف الدكرار يبقى هو قفنا على طول يعني كمعدد المرات أنا دائما هو في الإجابة بقول I always play it أنا دائما بلعبها نحن نستخدم الزهب to make jewelry علشان يعني نصنع المجوهرات نحن نستخدم التربة لكي نزرع خضروات نحن نستخدم التربة لكي نزرع خضروات نحن نستخدم التربة لكي نزرع خضروات يوجد الكثير من الكتب بعد كده يعني اقرأ وصل يعني بقول لي ماذا كنت تفعل الساعة عشرة صباحا يبقى القولة بلتربي بعد كده اقرأ نصف أكب عن الأسئلة مهم ومفيد نعمل بطريق لما بنعمل تجربة علمية لما بساعد والدي والدتي with his or her work في عمله أو في عملها سواء الأم أو الأب I am working in a team أنا بعمل في فريق نحن عادة بنعمل مع الناس الآخرين to achieve something to gather علشان نحقق شيء ما مع بعض أو معا أو سويا we can't when a football match لا نستطيع أن نفوز بمباراة قرة القدم if you are not working with the team لو أنت ما بتعملش مع الفريق when you work in a team عندما تعمل في فريق you should help your team mates يجب عليك أن تساعد زملاء الفريق when there is a problem عندما يوجد مشكلة you should discuss يعني أنت يجب عليك أن تناقش it تناقشها it بتعود على problem المشكلة together to work out a solution يعني المفروض أنت تناقشوها مع بعض لكي تجدوا حل choose the write answer from a, b, c, or d بنستخرج الإجابات من القطع we can't win a football without working with the team number two in the team we should help team we should help our teammates زملاء الفريق answer the form of requisitions what should we do when there is a problem هنقول بقى ايه we should discuss it together to work out a solution طبعا هنا عشان بس المكان مش هياخد الإجابة كلها هنبدأ احنا نحول you إلى we لازم نحول you إلى we هنقول we should ونكمل بقى لعندي كلمة solution يعني الحال number four number four why do we usually work in teams هنقول to achieve something together لكي نحقق شيء ما سويا او معا number one we need to buy bread number two would you like an orange please طبعا ازاي نرتب جملة الكلام ده انا بنزلها عن صفحتي عن فيسبوك بدأت في اول حاجة نزلت فيديو الجملة الخبرية ازاي نرتب الجملة الخبرية ولسه هننزل برضو الجملة الاستفهمية والجملة الامرية الاسئلة اللي بتجي في الامتحان كده انا بنزل كل سؤال في فيديو الواحد بعمل عليه فيديو على الفيسبوك على صفحتي ازاي نحل كل سؤال بيجينا في الامتحان تبقى وانا على صفحتي هتستفادوا منها كتير ان شاء الله في المنهج بتاعكم هنا number two انا كده طبعا بحلة على السريع ما بشرحش يعني ترتيب كل جملة ايه لان بياخد وقت والكلام ده انا بنزله في فيديوهات لوحدها would you like an orange please number three how often كما على دلمرات do you play tennis number four there are lots of tomatoes بعد كده بنكتويت ثافلوينج اللي ايه في اسوان وفي الاخر فولستوب عندنا air pollution تلوث الهواء طالب مني paragraph من 40 كلمة طبعا انا كاتبة هينزل على القناة في فيديو الواحد واي paragraph اي ايميل اي بلوغ بنزل الكلام ده في فيديوهات لوحدها علشان ما طولش عليكم في الفيديو تكتبوا كده اسم البراجراف او الايميل على قناة انجليز الجميل ويظهر معكم على القناة كده اكون وصلت معاكم لناية الفيديو اصابكم فرعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته